المضامين الله يمسيكم بالخير والله الرحمن الرحيم طبعا الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم كانت تحمل مضامين هامة وجهة لقمة دول المجلس التعاون مع دول وسط آسيا نحو تكتل أقليمي وتقارب أخوي وتفاهمات سياسية طبعا وتقاوم الاقتصادي وهناك شراكات أمنية ودفائية لحفظ الأمن والأمان الدول واستغرارها طبعا وطبعا جلالة الملك الله يحفظها المعظم قد أشار من جانب هامة وهو ما يجمع الشعوب ويزيد من تقاربها وذلك من خلال نشر ثقافة وممارسات السلام والتسامح وإسراء قنوات الحوار بين الأديان والحضارات وطبعا تجريم خطابات الكراهية وفي المقابل طبعا أشار جلالة إلى مسألة هامة جدا وهي من الأهداف الاستراتيجية للقمة وهي المتعلقة بمكافحة والإرهاب المعادية عبر مكافحة تنظيماتها ومصادر التمويل وطبعا هناك ما تمام بالأهمية تاريخية لهذه القمة التي تعقد لأول مرة طبعا في الخليج وتحالف هام بين الدول الخليجية مع الخمس الدول في وسط آسيا وطبعا تمتاز بالموقع والأهمية الجيو استراتيجية طبعا هاي الدول الخمس بحيث كان يتم تعجز اقتصاديات خليجية بهذه الدول المشاركة وطبعا هناك قواسم مشتركة تعزز من مصالح الطرفين باستثمار الموارد القبيعية ويمكن أن تحقق قفزات تنموية كبيرة وطبعا لا بد من التأكيد على دور المملكة العربية السعودية في المنطقة ورياضتها في تعزيز العلاقات الخليجية مع أقباب عالمية في مختلف المجالات في مقدمتها الاقتصادية والسياسية ومكافحة الإرهاب وسعي نحو السلام لتنعم بها الشعوب هذا يعني مؤمنة لجلات الملكة اللحظة المعظم هذا هي أعتقل هذه أهم النقاط نعم سعادة سيد حسن بو خماص عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشيون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس شكرا جزيلا لك شكرا